محمد الحيال تاجير في مركبة التجارية بالضبط بالضرب السلطان على العموم بالنسبة للحالة ديال التجارة بصفة عامة من وراء هذا كورونا وقبل من كورونا هناك إشكال الركود كيف تعرفوا أن الزبان لا يمكنهم الديبلاس ويأخذوا البضائع ديالهم والحاجة التي هي صعيبة هو أن الناس الذين لديهم مسؤوليات بالنسبة للكمبيالات بالنسبة للشيكات والناس الذين لديهم العمال وتقريباً كيف تعرفوا أن أي محل هنا يخدم واحدة خمسة ولا أستاذ العمال وكل عامل كتلقى خدام كتلقى عنده واحدة خمسة ولا أستاذ الأفراد من العائلة ومن الأسرة وكيف تعرفوا أن الحالة بصفة عامة شوية تدهورات والناس عندهم ملتزامات كثيرة وما كانوا متوقعين هذا وكيف تعرفوا القرارات اللي خارجين دابا هو أن السدان مع ثلاثة مع أستة بالنسبة لنا عندنا التوقيت كنسد في دابا حالياً معدنا الشي قرار اللي أولجوا وخبرونا بشي قرار من طرف السلطات واللي كنبغي نقول هو أن هذا وباء نطلبوا الله سبحانه وتعالى يبعدوا علينا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفعوا علينا في أقرب وقت راشيد نطقي شاجير ملابس در السلطان احنا كنن أخذوا الاحتياطات وكنن أخذوا مع أخاكين بعد الكليان كنقول لي أختك ديال باغ دك شي كلي كيتقبلها وكلي ما كيتقبلها وحنا غادين ما تعيش نارا غادين كنن أخذوا في هذا الوباء الله يرفع عنها الوباء وإستبال الحركة التجارية شوية مع هذه القرارات شوية تراجعات شوية وهم فيه كيش زي ما ذاك الناشط اللي موال فيه مكيكون والله يكون في العون عاو تانيرا الناس را ما كيش اللي الناس مخد دماش وكي اللي عنده القليل القليل عنده ثلاثة العمال وكل واحد إلى دياله أرى الله يكون في العون زي ما الشي زي ما قاسح شوية بنسبة التاجير كلال عصا التاجير صراح التاجير كي عنده ضرر كبير ونتمن أم الله يرفع عنها بالبلاء وترجع على المياه المجارية إن شاء الله